مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في تاني حلقات المحترف بصراحة احنا وحضراتكم مستمتعين بطولة كبيرة جدا جدا بطولة أمم أوروبا 2020 اللي طبعا يمكن انطلقت منذ أسبوع يمكن الجولة التانية انتهت لكن في أحداث كتيرة جدا جدا رغم البطولة لسه في بدايتها لكن في أحداث كتيرة جدا بتحصل في هذه البطولة يمكن وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي يمكن خلاص نهاية المباراة ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الدنماركي وطبعا لما بنقول الدنماركي أكيد كلنا بنفتكر لحظات الرعب اللي عاشها العالم كله وسقوط اللاعب كريستيان ريكسين طبعا لعب الدنمارك وقد إيه يعني الناس كلها ولعبة العالم كلها يعني واقفة جميلة جدا مستوى أخلاقي على الأعلى مستوى ويعني لسه بيقولولي بلوقتي كمان بلجيكا متفوقة اتنين واحد على الدنمارك رغم يمكن الدنماركي بدأت بالتهديف لكن يمكن خلال بعد عشر دقايق من مباراة الدنمارك وبلجيكا بالاتفاق طبعا مع الحكم واللجنة المنظمة كان فيه لقطة رائعة لقطة جميلة جدا جدا الماتش واقف وبدأ الناس كلها بتقوم وبتسقف وصورة طبعا كريستان كريستان اللاعب دنمارك بتطفو فتطفو على أجواء هذه المباراة رغم طبعا المباراة التنافسية زي ما حضراتكم شايفين اللعيبة الحكام بنتكلم على الجماهير كل الناس ملتفح حوالي هذا اللاعب اللي يمكن كان ليه تأثير كبير جدا جدا اللعيبة بتحضن بعض يعني لقطات بعيدا عن التنافس وبعيد عن أجواء الشحن والرياضة دي اللقطة ودي الحاجات اللي فعلا هي دي رسالة كرة القدم الحقيقية بنستمتع بكرة قدم حقيقية على المستوى الفني كمان بنستمتع بكرة قدم حقيقية على مستوى الإخلاع على مستوى الرياضة وده يمكن الحاجات المميزة جدا جدا لغاية دلوقتي في أمم 2020 لكن كمان على المستوى الفني كمان فيه فرق رائعة بتظهر بشكل أكثر من رائع